ومن عنوين النشرة إلى تفاصيلها والبداية من السلم المجتمعي أهلا بكم ففي خطوة سريعة لاحتواء أزمة الخلاف العشائري في الظلوعية أكد محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل في زيارة إلى القضاء أن الأولوية في هذه اللحظة لضبط الأمن وتثبيت الاستقرار المجتمعي مشددا على أنه لن يسمح بزعزعة الاستقرار الأمني أو إفزاع المواطنين في بيوتهم الفحل يرافقه وفد أمني رفيع من قيادة شرطة صلاح الدين وشرطة الاتحادية التقى بالشيوخ والوجهة وشدد على أن القطاعات الأمنية الماسكة للأرض ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات مؤكدا دعمه للجهود التي يبدلها شيوخ العشائر لمحاصرة المشكلة ورعايته لكل جهد يصب في مصلحة أمن واستقرار الظلوعية شيوخ ووجهاء الظلوعية من جانبهم شكروا المحافظة على هذه المتابعة السريعة لاحتواء الخلافة مؤكدين رفضهم الجماعي لأي محاولة تستهدف السلم الأهلي ودعم جهود القوات الأمنية لنزع فتيل أزمة طارئة على تقاليد الظلوعية وأهلها ترجمة نانسي قنقر